السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اعمل فيديو ده مخصوص عشان اتكلم عن السعودية لما نقول السعودية لازم نفتكر الملك عبدالعزيز لما قال بعد طرد العثمانيين لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب السعودية كان يتأول الدعمين لمصر في كل العصور ومحدش ينكر ده والمفروض ان محدش ينسى ده وعشان محدش ينسى ده لازم نطلع نفكرهم لما السعودية عملت اعادة تعبئة للجيش بتاعها لمواجهة العدوان السلسة على مصر ودورها لما قالت لمصر هاتوا الطائرات بتاعتكم عندي عشان ما تتضربش عندكم استضافت الطائرات بتاعتنا عندها ولا دور السعودية لما بعتت لنا الطائرات النفاسة بتاعتها اللي هي كات فامبير وقتها كات حاجة جامدة جدا والفامبير دي كات قوات جوية ملكية بتحمي الملك نفسه وقالت لنا دي تحت عمركم ولازم نفكر الناس تاني ان في حرب 73 دور السعودية كان واضح جدا وكان قوي جدا لما دعت كل وزراء البترون الاجتماع عاجل اتعامل في الكويت عشان يقللوا انتاج النفط في الدول العربية 5% زيت 5% كل شهر ليه؟ عشان يقبلوا الدول الغربية الأجانب انهم يتغطوا على اسرائيل جيش الاحتلال الصهيوني انه ينسحب للخطوط اللي كانت قبل 67 ووقفت ساعتها بيع النفط لكل الدول الغربية على رأسها أمريكا وكل دولة بتساعد جيش الاحتلال الصهيوني وما كانش كده وبس لا طبعا الجيش السعودي شارك بنفسه في الحرب ديه على الجبهة السورية بس شارك بنفسه حارك ودخلوا في معارك طحن يعني وتكسير عظام مع جيش الاحتلال الصهيوني وكانوا عاملين وقتها جيسر جوي عشان يبعتوا في الجنود وبعتوا قوات من اللواء بتاع الملك عبدالعزيز ومدفعية ومظلات وأفواج وصرايا كتير والملك فصل نفسه كان بيزور الجبهة مع السداء وطول عمر السعودية كان دعمها ملوش مسيل انا بقول الكلام ده ليه؟ هقول في اخر الفيديو انت عارف يعني ايه الملك سليمان بن عبدالعزيز بنفسه والملك فهد والأمير تركي والأمير محمد يعني الملك سليمان بن عبدالعزيز وخاته الثلاثة اتنين ملوك واتنين قمرة سعوديين يقلعوا الألقاب بتاعتهم كده ويركينوها في جنب ويلبسوا ليبسوا عسكاري ويوفق قدام زابط مصري مستنيين منه التعليمات حد متخيل دي يا جماعة حد متخيل دي متخيلين لو بندفع عن السعودية عن أرض السعودية ده احنا كنا بندفع عن أرض مصر الناس دي عملت كده عشان أرض مصر حد متخيل دي انا ممكن اسملكوا ربع ساعة تسرحوا بخيالكو كده وتتخيلوا كل واحد فيكو يتخيل نفسه ملك كده ولا أمير ولا من أسرة حكمة ويتنازل عن كل الألقاب دي عشان يروح يدافع عن أرض تانية ما كانتش أرض السعودية والله قلع كل ده ويوفق ده مزابط عشان ياخد تعليمات عشان أرض مصر العروبة ضد الإرهاب اللي طول عمره موجود عشان يفرق العرب كلهم كده عموما المسلمين خصوصا يعني بس العرب كلهم عشان العرب لو عملوا كده هيبهدلوهم وده الإرهاب اللي هو موجود من زمنها ودلوقتي بقى بصورة تانية خالص بقى وبيلبسوه ده يعيش بقى وبيلبسوه أي حاجة كمان نفكر الناس إن الملك سلمان أيام حرب السويس لما تدمرت في العدوان السلاسي برضو شك اللجنة تلم تبرعات لأهل السويس للمصابين وللمباني اللي نهارت للسويس بحالها اللي انتهت عشان تقوم لها أمم من جديد عشان تتبني البلد من جديد عشان الضحايا والمصابين وبعد 67 سنة شكل برضو لجنة تانية للم التبرعات في حرب 73 عشان خاطر برضو مصر الملوك والرأساء بيتبدله وبيفضل الشعوب ومعدن الشعوب وبتبان ولو رجاءت لسنة 48 قبل العدوان السلاسي اسأل على دور الفوج الأول فوج اليارموك الأول من جيش الإنقاذ كان 8 أفواج جوه جيش الإنقاذ العربي ده كان 8 أفواج اسأل على الفوج الأول ده كان فيهم 113 بطل من السعوديين المتطوعين خدوها ماشي على رجليهم من السعودية لحد فلسطين وحرروا قرية الملكية وخدوا معارك كتيرة استشهد فيها منهم 134 واحد وتصاب 34 واحد بعد لما وقفوا فعلا وقفت رجالة وعلموا جيش الصهينة دروس ما تتنسيش أنا لو فضيت لتكلم عن السعودية وشعبها ورجلتهم وتضحياتهم وشهمتهم وكرامهم وإزاي بيتفنوا في التضحية مش هقدر والله يوفيهم حقهم بص في الآخر اللي أنا بقوله ده كلام وهم عاملوا تضحيات بجد بالفعل مش مجرد كلام هيوفيهم حقهم بس تلواحد لازم يفكر الناس ليه بقول ده بقى؟ عشان يعز علي جدا كمصري كده أجي أفتح تلفزيون أو أفتح موقع على النت أو أفتح أي حاجة بصة لقى موزيع قدامي أو واحد كاتب بصته قدامي عايز يمشي على كل ده بقى استيكة سواء كان مصري بقى سعودي عربي وعايز أقول لو في حد متعمد يعمل فتنة أو يعمل توقيع أو أي حاجة من دي لا إحنا هنفضل نفكر الناس وهتفضل السعودية ومصر من أكبر الأقطاب العربية اللي هتفضل وقفة في وش أي حاسد وحاقد أو موجه أو قابض ونصيحتي بقى لكل عربي لكل مصري أو لكل سعودي بلاش الكلام اللي بنسمعه ده والنبي بلاش الكلام اللي بنسمعه ده أصل ده مش هنطلع منه غير بعراق جديد عراق كان بطل الأبطال وكان أسد الأسود وبيتعمل له مئة ألف حساب والنهارده شايفين الكلاب بتلقص على الجسلة بتاعته ولو حد عايز يقول أنا بقول دور السعودية ومصر ما كانش لها دور ولا ليه كان لينا أدوار مع السعودية بس أنا ما بحب أتكلم أنا لو عامل واجب مع أخويا أنا مش عايز أتكلم على الواجب ده أنا عايز أفضل فاكر الواجب اللي أخويا عامله معي أنا لما بقول الكلام ده بقوله عشان أنا مش عاود أقوله واجب بتاعي اللي أنا عملته مع أخويا ده كان واجب عليا فأنا مش هقوله إنما لما أخويا يعمل معي ربع حاجة أنا لازم أفتكرها له كويس جدا وكل ده أنا لجبت سيرة فلوس ولجبت سيرة أي حاجة لأن الحاجات دي تعتبر بسيطة خلص جنب الدم فالسعودية ما يمسحش كل الأفضل اللي عاملوها معنا دول والمصري يا ريت ما ينساش الفضل ده ونعقل واللي يتكلم فلياكل خيرا أو ليصمت وما لناش دعوة بحد موجه حد قابض حد جاي بقى جندة حد بيعمل لنا بلوي سودة عشان يقعد يوقع محدش ينصاك وراء الكلام ده بعلم أو بغير علم محدش ينصاك افتكر الخير اللي أخوك عامله معاك بس الوحش عديه ومصر مش كلها ملايكة والسعودية مش كلها ملايكة ومفيش حتة كلها ملايكة بس لما حد يعمل معاك واجب تفتكر الواجب والحسنات يسبنا السيئات ده عند القصيل ودورت مش لقى اي حاجة اختم بيها الفيديو ده غير ولا هتنسوا الفضل بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته